السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم متابعيني جميعا على قناة انفو تيك فريو معاكم مروة سليمان وفيديو جديد ان شاء الله يكون فيديو مفيد على قناتنا النهاردة جاية أتكلم عن أفضل ثلاث مواقع بتقدم خطة مجانية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتوليد الصور من خلال النص وأنا حبيت أن أركز في القناة التانية قناة كل يوم موقع جديد على شرح كامل لكل هذه المواقع ولكن حبيت أن أنا أيضا أتناول في القناة الأساسية بشكل عام المواقع حتى لو مش هشرحها بشكل تفصيلي ولكن هنا ممكن يكون ملخص لأفضل المواقع لإنشاء الصور من خلال النص أفضل المواقع لإنشاء الصوت من خلال النص وهكذا يعني حاول أن أنا أجمع فيها المواقع اللي أنا مشوفها من وجهة نظري أفضل المواقع علشان تستخدمها من أجل غرض معين باستخدام الذكاء الاصطناعي النهاردة هتكلم عن ثلاث مواقع بشكل سريع وممكن تلاقي إن شاء الله الشرح بتاعهم موجود بالتفصيل على قناة كل يوم موقع جديد هتلاقيها بين عندك في اللي تشانلز تقدر تروح وتشوف هذه المواقع والشرح التفصيلي ولكن أقدر أقول لك إن الثلاث مواقع اللي هتكلم عنهم بيجمعهم حاجة واحدة بيجمعهم نفس الطريقة بتاعت الاستخدام تقريباً يعني متشابهين جداً في الاستخدام علشان كده فضلت إن أنا كمان الثلاثة دول أجمعهم مع بعض طبعاً متفقين إن فيهم خطة مجانية وده أنا متعمدة إن أنا أركز عليه الخطة المجانية أو تاني حاجة وهو الجزء المشترك ما بينهم وهو متعلق بنفس التكنيك الخاص بالاستخدام أول موقع معي النهاردة هو موقع ليوناردو AI هذا الموقع بيقدم لك 150 كوينز بير دي بشكل مجاني بيتجددوا بشكل مجاني تقدر أنك إنت تروح لـ AI Image Generation وتبتدي إن أنت تنشئ الصورة اللي أنت عايزها وبيقدم لك بقى موديلز مختلفة يعني هل هي مثلاً فوتوريل هل هي دريم شيبر ودريم شيبر والفوتوريل والثري دي أنيميشن ستايلز من أفضل ثلاث حاجات طبعاً تقدر تجرب بقية الموديلز على حسب هنا بيديك وصف يعني كل موديل هتلاقي وصفه عبارة عن إيه على حسب النتيجة اللي أنت عايزها بتروح للـ AI Image Generation وتبتدي إن أنت تحط مثلاً هنا نختار Random Prompt أمر ونبتدي إن إحنا نختار الموديل زي ما اتفقنا مثلاً سي أنا هنا هختار وفي حاجة يسميها زي ما قلت لك أنا مش حقدر أشرح تبعاً موقع بالتفصيل لأنه هو مشروح على القناة كل يوم موقع جديد هنا هتحط وتبتدي إن إنت تعمل وفي الجزء اليمين هنا بتختار عدد وبتختار و لو عندك صورة عايز تقدر ترفع الصورة اللي أنت عايزها وهكذا وفي الآخر خالص بتبتدي إن إنت تقول له وهو بيبتدي إن هو يديك النتيجة اللي أنت عايزها ما بياخدش وقت كبير ولكن طبعاً الوقت بيقلي لو أنت رأيت للحساب المدفوع ولكن ما يهمناش لأنه مش بياخد وقت كبير زي ما إحنا شايفين النتيجة بتاعته حلوة جداً تقدر تعمل شوية إدد حلوة قوي إن إنت تقدر تعمل أنزوم للإمج تبعيزها شوية وممكن كمان تعمل الجزء المتعلق بـ لو أنت عايز تشيل ممكن تشيل بيك جراوند طبعاً كل أكشن هتاخده هيروح من الكريدس بتاعتك المجانية اللي بشكل يوم فدي حاجة طبعاً رجعي لك نشوف بقى تاني موقع معنا النهاردة النهاردة هو موقع بلي جراوند من أوائل الموقع أيضاً المميزة اللي أنا باعتبره في نفس جودة موقع ليوناردو إي آي والموقع ده مقسم يعني هتخش هتلاقي الانيمالز الانيمي الفاشن لو قفت على أي صورة من الصور زي ليوناردو هتلاقي الأمر يعني أنت ممكن تاخد الأمر ده وتضيف عليه يعني لو فيه صورة عجبتك ممكن تاخد الأمر copy وتضيف عليها لو أنت حابب أو تعمل edit عليها لو أنت هنا روحت لي pricing هبص هلاقي أنه يديني 500 images per day وممكن أستخدمها كمان commercial يعني حاجة ممتازة جديدة بتاعته فعلاً بتبقى حلوة جداً نجرب مع بعض كده حاجة من الحاجات اللي ممكن نحن نستخدمها أنا ممكن أستخدم مثلاً أروح أعمل create بالمنظر ده كده وهنا هنحط الأمر ممكن هنا أقول له a small town on the river in the even moon and stars high details high quality ومسلاً هنا ممكن أقوله الفلتر لو أنا حاب أن أنا أختاره حاجة من دول مثلاً ممكن أختار dream shaper برضو موجود في نفس الموديل وهنا الكاستم هنا هبتزي أقوله image dimension بتاعي هختار image dimension مثلاً يكون بالشكل ده وال quality and detail ممكن أزودها شوية هختار number of images بتاعتي وبعد كده لو أنا عندي image عايزة أضفها أقدر أضفها هقوله generate وحتشوف النتيجة الخاصة بالصور اللي هتطلع باستخدام playground AI هتلاقي quality إن شاء الله بتاعتها عالية هنشوف مع بعض دلوقتي برضو ما بياخدش وقت كتير في عملية إنشاء الصور أو توليد الصور زي وزي Leonardo AI زي ما إحنا شايفين هذه صورة من الصور مثلاً نفترض الصورة دي عجبتني هنا لو أنت رجعت لقناة كل يوم موقع جديد هتلاقي شرح تفصيل ل Playground AI هو سهل جداً في الاستخدام زي ما إحنا شايفين عرف تستخدم يونارد وAI هتعرف تستخدم هذا الموقع هنا بالنسبة للأكشن تقدر تعمل Edit تقدر أنك تعمل Download زي ما إحنا شايفين تقدر تعمل Remove Background وتقدر أيضاً تعمل UpSkill نيجي للموقع الثالث وهو موقع Blue Willow والموقع ده Buy Lime Wire ولو أنا رحت إنه عملت Try Now For Free تقدر طبعاً المواقع دي تخش على Discord ولكن أنا مفضلش أستخدم من Discord بصراحة بفضل أستخدم ه بالشكل ده هنا تقدر أنك تختار الموضل هنا هتبتدي تتحول على طول من Blue Willow لLime Wire ده اسم الشركة نفسها وهتبتدي إنه تcreate الإمج اللي أنت عايزها وتحط الأمر وهنا عندك الموضل Blue Willow وهو ده الأساسي وعندك حاجات مجانية Stable Diffusion Version 2.1 و Version 2.1568 و Version 1.5 الحاجات دي كلها بتختلف هنا بتحط الأمر اللي أنت عايزه وبعد كده بتبتدي تعمل Generate وهنا الموقع بيديك 10 credits لو رحت الـ Upgrade هتلاقيه في اليوم الواحد تقدر أنك تعمل Create 21 images per day بال10 credits ده وبتختار الأفضل لك وتستخدم وده بالنسبة ل الثلاث مواقع اللي أنا بنوجد نظري شايفة أنهم من المواقع الكويسين جدا في توليد الصور بالذكاء الاصطناعي من خلال النص أتمنى تكونوا استفدتوا من ثلاث مواقع بتوى النهاردة جربوهم وشوف أكتر واحد ممكن يعجبكم بإيه أنا من الموجة نظري بحب أستخدم دايما ديوناردو AI وإنت طبعا لديك الاختيار عن طريق التجربة أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله على قناة InfoTech for you وزي تعملوا Subscribe لقناة وتفعلوا الجرس وكتبوا وتشفونا لأول مرة عشان يوصل لكم كل جديد ولو كنتم من متابعين الأعزاء لا تنسوا لايك وشيروا وكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته